إذن متابعين كرام في هذا الخبر العاجل والمهم والصفعة أخرى لنظام حضيرات الجزائر والرياضة في حضيرات الجزائر حيث يتجه الاتحاد العربي للجنباز نحو صحب تنظيم البطولة العربية للجنباز في حضيرات الجزائر ونقلها إلى المغرب نعم متابعين كرام الاتحاد العربي للجنباز يتجه نحو صحب تنظيم البطولة العربية للجنباز في حضيرات الجزائر ونقلها إلى المغرب وهذا قرار لكم نص الخبر الذي يقول علمت بلادنا 24 من مصادر مطلعة أن أعضاء الاتحادات العربية للجنباز يتدارسون صحب تنظيم البطولة العربية للجنباز من دولة الجزائر أنا أسميها دولة الجزائر ومن حشرة في تنظيمها للمغرب وذلك بفعل النجاح الباهر الذي أبان عنه الأخير في تنظيم الملتقيات العربية والإفريقية العالمية وتوفره على قاعة بمواصفات عالية بمدينة مرقش علاوة على وجود الخدمات السياحية والترفيهية والبنية التحتية اللازمة وفي هذا السياق كشف عبدالصادق بطاري رئيس الجامعة الملكية للجنباز أن الاتحادات العربية لللعبة تتدارس صحبة تنظيم البطولة العربية من الجزائر ومن حشرة في تنظيمها للمغرب وأوضح المتحدث في تصريح لبلادنا 24 أن نسبة التوافق على من حشرة في تنظيم التداهر العربية للمغرب كبيرة بين رؤساء الاتحادات العربية للجنباز بفعل إمكانيات المغرب التنظيمية والتطور الكبير الذي عرفته البنى التحتية للرياضة وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس وتأتي هذه الواقعة على بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الجزائري للجنباز عدم المشاركة في البطولة العربية في البطولة الإفريقية لللعبة المنظمة خلال الفترة ما بين 30 أبريل وسبعة مايال جاري بالقاعة المغطاة بمدينة مراكش وانتحاب الاتحاد الجزائري لكرة اليد من البطولة العربية المقامة في المغرب والجدل الذي رافق مباراة نادة بركان والاتحاد العاصمة الذي من المرتقب أن يتسبب في عقوبات قاسية من الكاف على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفعل مخالفته للقوانين إذن شنو كان هنايا حسب تصريح ديال الرئيس الجامعة الملكية للجنباز فإنه يقول على أن كل الرؤساء ديال الاتحادات العربية للجنباز متوافقين على سحب التنظيم من حضارة الجزائر ويجيبوا التنظيم إلى المغرب طبعا الحال الاتحادات العربية للجنباز عارفين أنه إلى هذه البطولة نظمة حضارات الجزائر ستكون عامرة مشاكل ستكون عامرة مشاكل وفضائح ومهازر من نظام حضارات الجزائر وهذه المسألة هما أصبحوا متأكدين منها بعدما شفوا الانسحابات المتكررة ديال الاتحاد الجزائري للجنباز والاتحاد الجزائري لقرة اليد من البطولات والمنافتات المنظمة هنا في المغرب تحت مسببات وتحت درائع غبية ومثيرة للسخرية فالاتحاد العربية للجنباز فشف هذه المهازن التي توقع في حضارات الجزائر ستنقل التنظيم من حضارات الجزائر إلى المغرب لأنهم جاءوا المغرب وشفوا التنظيم كيف يكون خصوصاً أن المغرب حالياً ينظم البطولة الإفريقية للجنباز ومنظم البطولة العربية ديال كرة اليد ومنظم الكأس الإفريقية ديال كرة القدم داخل الصالة ومنظم كل التظاهرات الرياضية العالمية وما يكون حتى شي مشكل إلا في حضارات الجزائر ضروري ما يكونوا المشاكل فبالتالي الاتحاد العربي للجنباز يتسجهون نحو سحب البطولة من حضارات الجزائر ونقلها إلى المغرب وطبعاً لحالة المسألة ستخلق نوع من الصعار داخل حضارات الجزائر كما العادة وهذا يخرج يقول لكم المؤامرة والأياد الخارجية والقجعة وتدخل مع العلم أن القجعة ما عنده دخل في الجنباز إذن نزيد نضروع لمسألة أخرى من تبعينا الكرام هو أن الجامعة الملكية للجنباز وجهت شكاية إلى الاتحاد دولي للجنباز ضد الاتحاد جزائري للجنباز بسبب الانسحاب من البطولة الإفريقية للجنباز المنظمة هنا في المغرب والتي هي مؤهلة لأولمبياد باريس لماذا؟ لأن الجامعة الملكية للجنباز قد وفرت فندق بـ 22 ألف و22 ألف أورو يعني نحجز لهم أطيل بـ 22 مليون للاتحاد الجزائري للجنباز في نهاية المطاف نسحبه ما جوش وكل يخلصت شيء خلصت الجامعة الملكية للجنباز والآن جامعة الملكية للجنباز وجهت شكاية إلى الاتحاد دولي للجنباز قبل التوجه نحو المساطر القضائية ددintell unchangedหاد الجنباز وقد انقلاؤكم نص الخبر الجامعة الملكية للجنباز توجه شكاية إلى الاتحاد دولي للجنباز ضد اتحاد جزائري لنفس الرياضة مفادها أن الجامعة المغربية تلقت مراثة من الاتحاد الجزائري تطالبها فيها بحجز فندق لمدينة مراكش للفريق الجزائري للرياضة للرياضة الجنباز وفعلا تم الحجز بناءا على الطلب على طلب مكتوب توصلت به الجامعة المغربية حيث قدمت للفندق مبلغ 22.050 قبل أن تتفاجأ الجامعة المغربية بإلغاء مشاركة الفريق الجزائري في آخر لحظة وطالبت الجامعة المغربية من الاتحاد الدولي أن يطالب الاتحاد الجزائري بتعويض هذا المبلغ قبل سلوك المساطر الإدارية والقضائية لدى الجهات الدولية المختصة سأرى المساخة الوليدة الجامعة المالكية الجنباز خلصت اليوم الأوتيل اللي كانوا غادي جيوا باش يقلتوا فيه وفاش كانوا غادي جيوا من المفترض أنهم كانوا يخصون يردوا هذا المبلغ لأن هذه المشاركة المهمة فاشنوقع نظم سلوك الوليدين نساحبه نساحبه يعني يراكم عارفين علاش فازدقات الجامعة المالكية الجنباز هي المخلصة هذا المبلغ 22.000 أورو فبالتالي الآن خصة تعويض ممكنش على أنهم يخلصوا هذا المبلغ وما مجاوش فخصة تعويض فبالتالي الآن رسلت الاتحاد الدولي للجنباز باش يتدخل في هذه القضية وإن لم يتدخل غادي يمشوا للجهات القضائية والجهات الدولية المختصة لرفع دعوة قضائية ضد الاتحاد الجزائري للجنباز بسبب هذا الانسحاب وهذا المشكلة داروه في الفندق يعني شنو متابعنا كرام يعني كل الرياضات كل الرياضات في حضارة الجزائر غادي للحيد المجال الرياضي بأكمله في حضارة الجزائر غادي للحيد غادي ندخله في الحيد لاهم شاركوا فيه الجنباز اللي هي مؤهلة للأولمبياد لاهم شاركوا فيه بطولة العرب لكرة اليد اللي فاس فيه المونسخب المغربي وما غاديش يشاركوا فيه عدة بطولات وعدة مصابقات وعدة كؤوس اللي غادي تنظم هنا في المغرب بينهي كأس العالم حنا واصل بنا الحال لدرجة أننا ننظموا كأس العالم وهما غادي نسحبوا من كل شيء وهذا الشي اللي بغينا صراحة باش نتهنهم صدع ديالهم ونتهنهم ذك الخزع بلد ديالهم ومن الحماق ديالهم ومن التخلف العقلي اللي عندهم وتخلف الدهني وكل شيء غير نسحبوا عطونا اتساو عطونا اتقام ما بغينا نديروا معكم تشي حاجة غا بعدوا منا كملوا في الانسحابات ديالكم ونحن نكمل عليكم بالعقوبات سيكونوا هانين في اي الرياضة ستكونوا عقوبات كما هو الحال بالنسبة لكرة القدم كما هو الحال بالنسبة لجنباز كما هو الحال بالنسبة لكرة اليد رال جميع العربية لكرة اليد ستتخذ المساطر دياله هي الأخرى باش تطبق عقوبات على الاتحاد الجزائري لكرة اليد للشباب ومجموعة من الأمور الأخرى اذا من تبعنا كلام ما يهمنا الآن الاتحاد العربي للجنباز يتجنون نحو سحبة صنديم ديال البطولة العربية للجنباز من حضارة الجزائر ونقلها إلى المغرب وهذا الخبر هو شبه رسمي من رئيس الجامعة الملكية للجنباز الذي صرح وقال على أن هناك إجماع من الاتحادات العربية على إلغاء صنديم في حضارة الجزائر ونقله إلى المغرب متابعنا كرام أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل اشتركوا في القناة